مرحبا عزيزي المتابعي قناة بلين بيعين عربية فيديو مالتنا اليوم حذف سجل المكالمات في انستجرام باللغة العربية كثير لتبعوني ما استفادوا من اللغة الانجليزية فاليوم راح نحول على اللغة العربية وراح تشاهدون كيف راح نلغي سجل المكالمات اتراك اليوم راح نشتغل على تابلت سامسونج فخلونا نبدي بس قبل ما نبدي لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس هذا الفيديو احد المتابعات كانت عند هالطريقة ارسلتها واني كملت خلونا نبدي كيف راح نحول الحساب الى احترافي وسجل المكالمات اروح هس احنا راح ندخل على الانستجرام راح تشوفون انا الميزة بعد ما واصلتني فالتشون راح نغير هذا هي طبعا نفس المبدأ فاحنا كيف راح نحول هذا الاحترافي ويروح من عندنا السجل للمكالمات فانروح هنا بالاسفل هذا اخر شيء بالاسفل على الحساب مالتي بعدين نظهر على ثلاثة اسطر اللي فوق بعدين ننزل على بالاسفل على الاعدادات من الاعدادات نروح على الحساب من الحساب ننزل على اضافة حساب احترافي جديد فهنا تسحب الشاشة الى اليمين متابعة راح تشوف الاشياء اللي راح تجي من ضمنها الحصول على خيارات اتصال جديدة هو هذا هنا اللي يريدوه راح ننكبس بالاسفل على متابعة راح لازم تختار واحد من هالاشياء اللي انت تستهويك فتختار منشئ محتوى رقمي تكبس عليها وتكبس على تم هنا ظهر لك خيارين اما الهاتف او البريد الالكتروني فانت اذا تكمل البريد الالكتروني وهنا راح تكبس على تم وصار حسابك احترافي ويروح من عندك يروح من عندك سجل المكالمات هذا اللي حبيت اقولكم ان شاء الله فيما لو انستجرام نزل طريقة جديدة حذف سجل المكالمات ايضا انزلكم اياها في بعض المتابعين كلموني صارت عندهم مشاكل بالصور بالفيديوهات متابعين كلموني صارت عندهم مشاكل بالصور والفيديوهات فقط تتأكد من المساحة وتتأكد انه الهاتف مالتك محدث اخر شي والتطبيق محدث اخر شي اذا ماكو اي مشكلة واهم شي المساحة انه يكون عندك مساحة غير مستخدمة واني دائما اشارحها ومساحة التطبيق قليلة خلي التطبيق سوي ازالة ورجعة واذا ما رجعت مراحة المشاكل بقي كل يومين كل ثلاث يام ينزل التحديث ان شاء الله تروح المشكلة مالتك اتمنى استفاديته لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلام اي سؤال او استفسار كتبه بالرسائل ارجع ارد عليه اي مشكلة تواجهكم بالتطبيقات او وعدكم اسئلة عن برلين انا جاي على برلين انا حاضر شكرا لكم والسلام